السؤال الأولاني بيقول متى يكون قيام الليل ويوصل لكام ركعة قيام الليل بيكون بعد النصف الأول من الليل يعني ما بحبش أقول 12 بعد الساعة 12 لإن ساعات النصف الليل ما بيكونش 12 لإن إحنا بنجمع ما بين المغرب وبين الفكر ونقسمهم على اتنين والوقت ده بيبقى هو دوت منتصف الليل من منتصف الليل ده بقى بتبتدي الوقت الأفضل لصلاة الترويح لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن أناسا إذا ذهب شطر الليل ماذا قاموا لله سبحانه وتعالى يصلون فمدحاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وقت حسن لقيام الليل اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قالت السيدة عائشة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل 11 ركعة يعني صلى وصلاة الليل زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الليل مسنى مسنى يعني صلى اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في واحد وممكن يصلي اتنين في اتنين في اتنين في اتنين مع تلاتة ينفع ده وينفع ده فدي كيفية صلاة قيام الليل يبقى احداشر ركعة ممكن تبقى عشر ركعات اتنينات فيبقى عندنا خمس سلامات خمس تسليمات يعني خمس تشهدات وخمس تسليمات يعني تسليم 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 ويبقى بعد كده عندنا ركعة أو يبقى عندنا أربع تسليمات وبعد كده ثلاث ركعات بنصليها مع بعض وطر قيام الليل مهم أن احنا نعرف كمان حكم مهم جدا في مسألة قيام الليل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتم السنة قال ولتكن آخر وصلاتك من الليل وطرة يعني إذا كان أنت هتصلي قيام الليل ويكون آخر صلاتك وبعد كده عندنام يكون ده وطر أو ويكون آخر صلاتك وبعدين هيجي الفجر تكون صلاة وطر تكون صلاة وطر يعني إيه تبقى 11 ليه؟ هو ممكن قيام الليل ده أو ممكن قيام الليل ده كمال السنة لكن ممكن أصلي قيام الليل ركعتين؟ آه بس كمال الصلوات إن هي تكون وطر فأنت لو أتصلي ركعتين خليهم ثلاثة لو أتصلي أربع ركعت خليهم خمسة لو أتصلي ست ركعت خليهم سبعة يعني دايما نخلي صلاتك وطر عشان تحقق السنة إن الله وطر يحب الوطر يبقى أنت إيه اللي حاصل؟ يبقى عليك إن أنت تصلي صلواتك وطر فده شيء مهم جدا في مسألة قيام الليل يبقى تكون آخر صلاتك من الليل إيه؟ وطرا فيبقى لو أتصلي وتنام يبقى وطر لو أتصلي قبل الفجر يكون وطر ترجمة نانسي قنقر